وهذه قراءة يا عزيزي برج الأسد الشمسي والقمر والطالع والزهرة والكواكب الأخرى إذا كنتم تعرفونها كذلك أشكركم كثيرا على كلمتكم الجميلة شكرا لما ترسلون لإيمان من ذبذبات عالية ومن حب ومحبة شكرا بخلكم أتمنى لكم الخير من أعماق قلبي أتمنى لكم السعادة والسلام دائما يا ربي لنبدأ أتمنى لكم حظ سعيد حظ سعيد يربي الحبي أنت يا عزيزي برج الأسد أنت ملك العطاء أنت القرم وكذلك أنت ملك حساس وملك النبل هي قراءة للنساء والرجال ما تنسوش أنت نبيلة أنت أمير النبل وأنت أميرة النبل نبيل ونبيلة دائما وعلى مستوى عال جدا من المبادئ والأخلاق لكن الأسود الذين يتوجدون في هذه القناة أن أعرف أنكم سلاطين النبل والصدق أنتم أرواحكم عميقة جدا لديكم حسن الظن بالآخرين ترى الخير في الناس دائما لا تحكم على الناس مهما فعلوا يا أيها الناس اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وتقول الله إن الله ثواب رحيم والمسيح يقول في الإنجيل أنت ترى القش في عين أخك ولا ترى الخشب في عينك وأنت هذه الأشياء تطبقها لا تقولها تطبقها لأنه طبعك هكذا أنت مستوى ودرجات روحانيتك عالية وسامية وترى الحياة بعيون القمر ترى الحياة كما ينظر القمر إلى الأرض بنقاء وإعجاب لا تفسير له وتعيش الحياة تعيش كل دقيقة من حياتك بحماس وشغف عجب لأن الحياة كتاب عجب تكتب صفحاته بمحبة بإيمان وسلام وتحب رؤية الجهة الجميلة الجهة الحسنة الجهة المشرقة والمتلئة من الحياة لذلك عندما تفتح الأبواب والنوافق تدخل الملائكة وتحظى بالرعاية الملائكية والرعاية السامية المقدسة ما أجملكم لا يمكنني وصف مدى اشتياق هذا الحبيب بالكلام هذا يشتاق إليك لدرجة أنه يعجز حتى عن التفكير أرى هو واقف مثل التمثال أحيانا يتكلمون معه ولا يستمع لا يسمع أصواتهم ربما هو يقوم في حياته بشيء معين فيطرق ذلك الشيء الشيء لا يكمل عمله ويبدأ شيء آخر ينتقل من مكان لآخر متوطر بالزاف مضطرب نغذو وسريع الانفعال مضطرب بالزاف سريع الانفعال وسريع العصبية هكذا أرى رغم أن هذا الحبيب عادة هو إنسان هادئ هذا الحبيب لا يعبر عن ما في داخله مع أن ما في داخله أجمل ما رأيته في القراءات يعني هناك رابط قوي صلة رحانية قوية الله شوفوا على كردت كم هي جميلة هذا حب غير عادي هذا الحبيب يتمزق يتمزق ألما لماذا؟ لأنه يكتم المشاعر يكتم هذا الحب لكن أنت رأيت دلائل عشقه وانجذابه رأيت اللهفة في عينيه أنت ربما ظهرت في حياتي هذا الحبيب في وقت غير مناسب إذن نحن ربما نتكلم عن تؤام الروح والشعلة ظهرت في حياتي في وقت غير مناسب يعني إعصار وطفان في حياتي لكنه لا يمكنه مقاومة قوة الجذب العاطفي والروحي هذا يتمزق يتمزق مسكين ألفا لأن من جهة أرى أن قربك عذاب وبعدك أشد عذاب بالنسبة لهذا الحبيب أنت ربما ممنوع لكن أراه هذا الحبيب عندما يكون بقربك أنت تعرف أنه يحبك يقوم بأشياء غريبة يعني يتقرب منك كثيرا ينظر إليك كثيرا لا يبعد البصر ولا النظر ويراك وأنت قدم من الصين يعني عنده الرادار في عينيه وعندما يكون بقربك يفعل أشياء غريبة يعني بدون شعور لأنه يحبك لكن لا يمكنه الوصول إليك لا يتجرأ لأنك ممنوع لأنك ممنوعة هو يظن أنه حب مستحيل لكن عندما يكون بقربك ربما يلمس يدك بدون شعور أو ربما يلمس خسرك بدون شعور يفعل أشياء يعني يفعلها المغرب بدون شعور وأنت تعرف يعني ترى الحب في عينيه تفضحه تصرفاته تفضحه هذا الحبيب كما قلت يتعذب ويتمزق بسبب صمتك كذلك وهو يبحث عنك ربما أنت ليست لديك صفحة تواصل وإذا كانت لديك فأنت لا تنشرنا أي شيء يعني أنت ليست نشيطة لا تنشرنا أي شيء في صمت أما أنت كما رأيت في الرسائل أنت تقومين بتنظيف طاقتك كما قلت في البداية من النفايات أراك إضافة إلى أنك متعددة المهارات أنت تفعلين أشياء جديدة وأشياء مختلفة ربما تقرأين كثيرا كتب تكتبين قصائد شعرية تقومين بطهي أطباق جديدة صعبة أو طهي حلويات تتعلمين أو تقومين بالطرز أو نقش الحناء يعني أشياء أو رياضة أو في البيت تقومين بأشياء متعددة هذا الحب الذي أراه حكاية ليس لها لا بداية ولا نهاية هذا حب وشغف أزلي هذا توأمر الروح والشعلة حب كما قلت وشغف أزلي وخالد مكتوب في عقد كوني لا يمكنكما قطع هذا الحبل السحري والسماوي الذي يربطكما أريد أن أرى ماذا سيحدث رأيت يعني ما نوع العلاقة وماذا يحدث بينك وبينه يفكر يفكر كثيرا يفكر ليلة نهار لا يمكنه حتى التركيز في حياته يفكر يفكر في هذا الحب ليلة نهار يحبك في السر تحبه في السر توأم روحك توأم شعلتك وهذه الحب محمي محمي من طرف الحماية يحظى بحماية ورعاية ملائكية كذلك هذا الحب يسيطر يسيطر على مشاعره لكنه لا يمكنه مقاومة هذا الانجذاب المغناطيسي السماوي القوي جدا يتمزق عنوان لا أدري ماذا سيكون عنوان لكن أنا أرى أنه يتمزق هذا الحبيب أنت نبضت ودقات قلبه أنت شمس صباحه وفجأة اختفت هذه الشمس اختفت من حياته هذا توأمك شعلتك الآن يدرك قيمتك قيمتك لماذا؟ لأنه شرب قهوة روحية واستيقظ استيقظ وهذا هذا التوأمك حبيبك شعلتك يعود رغم أنه لن يتكلم عن مشاعره لكنه دائما يعود بجانبك دائما في حياتك لذلك لا تهرب منه ولا ترفضين لا ترفضينه استقبليه بحب وسلام وقدري وفهمي وضعيته فهو مسكين يعاني أيضا و قراءة عامقة لكن قراءة أرى هنا العواطف العواطف ومعاناة وتمزق من طرفك ومن طرفه كثير من المعاناة لذلك نصيحة إيمان قراءة أجمل أجمل كلمات يمكنكم أن تسمعوها ليست كلماتي أنا بل كلمات إلهية قرآنية أسجد واسجد واقترب لماذا؟ أقول لكم هذا هذا العام 2020 عام توحد واجتماع كل توأم بشعلته عام 2000 شوفوا فين هي 2020 هي في الحقيقة 2-2-1-1-1 يعني الرقم الإلهي الملائكي هذا الرقم المتكرر هو رقم توأم الشعلة وربما أنت ترى كثيرا هذا الرقم لذلك أدعوكم الكثير من الدعاء 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 هو السر الدعاء والإيمان إذا كان هو حقا توأم شعلتك وعادة عندما يكون الإنسان في علاقة مع توأمه مع شعلته هو يعرف ذلك لأنه يعني حب غير عادي لا ينسى أبدا العلاقات الأخرى العادية عندما يحب يمكنه أن ينسى بعد مرور الوقت بعد مرور الزمن لكن توأم الشعلة ليس هناك نسيا لماذا؟ لأنه أنت هذا هو أنت وأنت هو هو تفهمون يعني لا يمكن فصلكم بأي طريقة يعني مستحيل لأنه قلبك في الحقيقة لأنه روحك لأنه مرآتك والعكس هو الصحيح هو كذلك لكن المخاوف والمشاكل حياته والعائلة المهم العوائق والاختلافات تجعله يهرب وأحياناً أنت كذلك تهرب لأن العذاب لأنها لأنها حب مؤلم وأوجاع لكن أوجاع وحب متبادل لذلك يجب أن تعطف علي فهو كذلك يعطف عليك أسجد وسجد واقترب كما قلت هذا العام عام توحد واجتماع كل توأم بشعلته لأن هذا العام هو عام 2020 هو الباب السماوي وصير الكثير والكثير من الدعاء والسجد واقترب والحمد والشكر الشكر لله والحمد لله الكثير من الحمد والشكر لكن من قلوبكم يجب أن تشعروا بأن الله معكم سامع الله لمن حمده تحرر من المخاوف واستسلموا لنقاء الحب السماوي فالرأفة السماوية ستقوم بعملها خاصة هذا العام العجيب أنت وحبيبك تستفيران في نفس القطار هذه رحلة رحانية ستنتهي بالتوحد والزواج للكثير منكم إن شاء الله محطتكما محطة واحدة ستصلاني أكيد الله يريدك ساعد فابتهج وافرح أرجوك رؤية كن إيجابي ويجب أن تكون لديك رؤية إيجابية وأن تتصور نفسك وهذه المرحلة التي تمر بها لكن أن تتصورها وهي محاطة بهالة الحب الإلهي وتقول وتأكد وتأكد من أن تفعل ذلك مع نفسك يعني تصور نفسك في هالة حب روحية أو تصور نفسك مع هذا الحبيب مع حبيبك وشعلتك وتحيطكم هالة روحانية هالة سماوية حبك لديه قوة التأثير وتغيير وتغيير نعم وتغيير الأشياء التي ستحدث لا عفوا حبك لديه قوة تأثير وتغيير الأحداث التي الأحداث المستقبل هذه كانت الرسالة وأعتقد أنها رسالة قوية كذلك أتمنى لكم الخير والسهلا والكثير والكثير من الفرح والسعادة إن شاء الله واليجمع كل توأم بشعلته إن شاء الله يا رب الحبيب كان بريكم وأحبكم كثيرا